اهلا بكم الى موجز النشرة المسائية على قناة الحدث الافريقي افاد بنك المغرب بانه من المتوقع ان تناهز تحويلة المغارب المقيمين بالخارج مائة مليار درهم في سنة 2022 واوضح بنك المغرب في بلاغ نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022 انه اخذا بالاعتبار الاذاء المسجل منذ بداية السنة الجارية يرتقب ان تواصل تحويلات المغارب المقيمين بالخارج ارتفاعها لتصل في المجموع الى ما يناهز مائة مليار درهم في مشمل السنة قبل ان تعود الى 92.4 مليار سنة 2023 ويتوقع البنك المركزي عجزا في الحساب الجاري الى ما يعادل 3.2% من النتج الداخلية الاجمالي في 2022 قبل ان يتراجع الى 1.9% في 2023 وفيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية المباشرة يرتقب ان تناهز مداخلها ما يعادل 3.2% من النتج الداخلية الاجمالي سنويا خلال السنتين المقبلتين قام وزير الفلاحة وسيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات محمد صديقي الثلاثاء بزيارة لمركز المعارض محمد سادس بالجديدة من اجل الوقوف على تقدم الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة 13 لمعارض الفرس للجديدة المزمع تنظمها من 18 الى 23 اكتوبر حول موضوع الفرس عامل للتنمية المجالية ويعود معارض الفرس للجديدة المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد سادس الى فتح ابوابه هذه السنة بعد عامين من الغيابة بسبب جائحة كوفيد 19 وستعرف هذه الدورة برنامج تنشط جد متنوع يشمل العديد من المستجدات خاصة انشطة الفروسية الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية وفي تصريح للصحافة بالمناسبة اكد صديقي ان دورة هذه السنة لمعارض الفرس ستشكل فرصة للتطرق من جديد الى دور الفرس كعامل للتنمية المجالية ومناسبة للتأكيد على الاهمية التي يكتسيها الخيل في الترات الثقافي للمملكة قام القنصر العام للولايات المتحدة الامريكية بدار البيضاء لورانس راندولف ثلاثاء بزيارة ميدانية لمعهد التكوين في مهن الصحة والعمل الاجتماعي بوجده المنجز بدعم من صندوق شركة المحدث في إطار برنامج التعاون المثاق الثاني المول من طرف الحكومة الامريكية وشكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف على جودة أشغال البنيات التحتية المنجز على مستوى هذا المعهد والتي اكتملت منتصف شهر أبريل المنصرم وكذا التأكيد على ضرورة مضعفة الجهود وتعزيز التنسيق بغية استكمال المكونات الأخرى للمشروع المتعلقة أساسا بتوريد وتركيب وتشغيل تجهيزات وتوظيف وتكوين أطر المعهد أنجبت سيدة شابة تبلغ من العمر 25 سنة أربع توائم عن طريق عملية قيصرية في إحدى العيادات الخاصة بمدينة الجديدة وذلك تحت إشراف طاقم طبي متخصص ووضعت الأم إلهام بالفضل الثلاثاء في أول ولادة لها وفي حالة نادرة الحدوث أربع ثوائم ثلاث ذكور وأنثة كلهم في حالة صحية جيدة وذلك قبل عشرين يوم من الموعد الطبيعي المحدد للولادة بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز شكرا على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر